اشتركوا في القناة تبدل عندي هنا السمك سمك كانعد عندي بثوم فصين إلى ثلاثة فصوص ثوم وهذه بهارات بهار السمك ملح كمون وكزبرة كمون وكزبرة وكركم وشوي فرث الأسود هتبل السمك فيه عشان بعدين راح أقلى نجهز التتبيلة راح أحط البهارات مع بعض وبعدين نضيف للثوم ونخلطهم مع بعض ونتبل فيه السمك تبلت السمك الحين أبخلي ياخذ طعم التتبيلة مساعة وبعدين راح أغمسة بدقيقة وأقلاب زيت غزير أبدأ جهز بصل صيادية لازم أحمسة وأحمراء لين يصير لون أبني بس ما يسود ونتبه لهم نقطة لتجيبون العيد صيادية حلاتها بالبصل البصل يكون محموس في البعض ما يطحنه يصب عليها موية وبعدين يصفي البصل منه ويطبخ الرز فيه والبعض لا يطحنه اللي أنا راح أسويه طريقة اللي راح أسويه وأنا حسويه كمان لأنه حطحنه وحضيف لقمر عفوا مو قمر تمر هندي شوفو أنا الحين هنا حاطة تمر هندي مجهز تعرجا يعطي لرز الصيادية نطفعه مو طبيعية بعطيكم سر من أسرار لذاذة الصيادية البصل لما تجون تحمرونه تكون النار متوسطة ما تصير عالية لأن أنا هدفي إن البصل يذبل زائد إنه يتحمر لكن إذا تحمر من غير ما يذبل ما راح يعطيني نكهة ولا طعم لذيذ للصيادية هذا سر ثاني غير التمر الهندي لذاذة الصيادية فاتبعوا الخطوات وشوفوا الطعم شلوني بيصير الحين بدأ يذبل البصل ويتغير لونه وينكمش يعني قبل كان ما شاء الله القدر مليان الحين بدأ ينكمش شوفو الحين بدأ يتحمر بس سبيله تكة بسيطة وخلاص أصفيه بالصفاية عشان نخلطه هذا البصل بعد ما حمرته شايفين لونه بني الحين راح أخلطه بالخلاط مع ميا وتمر هندي علشان نجهز الصيادية حطيت الحين البصل بالخلاط والحين سأصب عليه تمر الهندي وميا ولا أعطينا ميا سبوا ميا جبت قدر الرز الحين حطيت فيه من زيت البصل اللي حمصت فيه البصل بحمز فيه بهارات عدلة اللي هي قرفة وورق غار وهيل وقرنفل وليمون أسود بحمسة وبعدين راح أضيف له البصل اللي طحننا طبعا أنا استخدمت زيت البصل عشان ننكه فيه أكثر بحمس الحين شوي البهارات العدلة تطلع ريحتها كمان تعطي نكه كأكثر الحين راح أضيف خليق البصل اللي طحنته مع السمر الهندي والموية وخليه على النار يغلي عشان نجهز الرز الحين راح أحط لها شوي ملح فيه البعض يحب يحط في الصيادية السمك يعني بعدما يقلاب ممكن يضيف للمركة الصيادية اللي هي الرز وآنا صراحة ما أحب أن يكون نكهة السمك مرة سادع والسمك الحال ورح أقلاه الحالة الرز اللي راح استخدمه رز مزة الوليمة هو اللي ناسبه صيادية أكثر غسلته ونقعته بموية مغلية وخل علشان بعد شوي راح أصفي وأشطف وبرضو أصفي وأضيف للمركة الحين بأخذ السمك وغمس بالدقيق علشان نبدأ نقلاه غمسو زين من هنا شوفي بعد ما غلط مرقة السيادية أكب الرز طبعا زي ما قلت لكم الرز الرز الوليمة محصول ونقوع الموية حارة وملعقة خل نحلي النار عالية إلى أن يبدأ يتشرب الرز الموية ومرقع بعدين نقصر النار ونكتمع ونخليه يطبخ على البخار نحط في الخلحار عاد هذا حسب الرغبة أغطي الحين ونحلي إلي أن يتشرب الرز المرقع نبدأ نقل السمك الزيت لازم يكون حار هاي كده زين يكون حار بعدين تقصرون النار عليه شوي بس في البداية لا بد أنه كده تشوفون يدخن بسم الله ومجرد أنكم تحطونا على السمك في الزيت لا تقلبونا خلوه شوي بعدين تحركونا لأنه هيل وقرفة عشان نسحة بريحة السمك عشان ما تنتشر في البيت وكمان برضو عشان ما يسر بالمطبخ ريحة سمك مرة وهذا رز الصيادية ما شاء الله خلص شوفوه هشلان الفلفل خلاص بغرفة وقدم مع السمك وما شاء الله تبارك الرحمن هذه صياديتنا خلصت وسينتهى باللوز والبصل المحموس وهذه أهم شي هذه سلطة الطحينة بالبصل والكمون والفلفل الأسود لذيذة مع السيادية ضرورية أصلا لو ما نحطت ماشي ما تصير صيادية